بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بعض المصائب اختبار من الله تبارك وتعالى للناس يلزم مرور الناس بهذه الاختبارات الإلهية لتسموا أرواحهم وليميز الخبيث من الطيب لذا يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم يعني نمتحنكم أيها المسلمون وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تأويل الآية ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم الامتحان الثاني الجوع وهو اختبار جسمي الاختبار الثالث ونقص من الأموال وهذا اختبار اقتصادي مادي هذه الأموال تبذل في الحرب أو ينهب منهم في الاستدامات أو أي نوع من أنواع الضيق الاقتصادي الاختبار الرابع والأنفس يعني نقص من الأنفس ممن يقتل في سبيل الله أو يموت وهو اختبار اجتماعي الاختبار الخامس النقص في الثمرات وهو الاختبار في حاجات الناس إلى الخيرات الطبيعية بسبب النهب أو بسبب الحصاد قبل أوانه حتى لا يستولي عليها الأعداء كما حدث ذلك في حرب الخندق حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين أن يحصدوها لأن لا ينتفع بها المشركون وفي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين أن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجار وبشر الصابرين يا رسول الله بشر الصابرين على هذه المكاره وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام وبشر الصابرين أي بالجنة والمغفرة وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال الإمام هذا تأويله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون من هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم أو أمواله كل ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة كما في بعض الروايات قالوا إنا لله قالوا باللسان لكنه نابع عن القلب المطمئن ماذا قالوا إنا لله يعني إنا مملكون لله تبارك وتعالى فما دام الله قدر هذه المصيبة فنرضى بها لأنه مالكنا وإنا إليه راجعون يعني إنا إلى ثواب الله وقربه راجعون فهو مرجعنا ومعه حسابنا وجزاؤنا فالإنسان ملك لله تبارك وتعالى وبعد موته يرجع إلى جوار الله ليتلقى ثواب الله تبارك وتعالى والله سبحانه يجبر المصيبة وفي جملة إنا لله وإنا إليه راجعون تسليل الإنسان المصاب فإذا اعترف الإنسان بأن كل ما يملكه إنما هو ملك لله تبارك وتعالى هذا الاعتراف والاعتقاد يهون عليه ذهاب بعضها منه فأن صاحب المال هو الذي استرجع ماله وهذا يهون الخاطب كما أن اعتقاد الإنسان بأن الله هو الذي يجازي هذا يهون الآمر لأنه وإن فقد شيئا لكنه سوف يعوض ولذا من كرر هذه الجملة في المصيبة عارفا معناها متوجه إلى الله تبارك وتعالى في التسليم والرضا يجد برد الإطمئنان في قلبه وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسب فيما بينهما وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أربع من كنا فيه كتبه الله من أهل الجنة والرابع منها من إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك الصابرون عليهم صلوات من ربهم الصلاة بمعنى العطف والعطف من الله تبارك وتعالى بمعنى التوجه بالبركة والإحسان صلوات من ربهم ورحمة يترحم عليهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة بغفران ذنوبهم وهدايتهم وأولئك هم المهتدون الذين هدوا إلى ما ينفع دنياهم وآخرتهم فبذلوا ما بذلوا في سبيل الله راضين مرضيين والمهتد يسلم أمره لله تبارك وتعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين